طيب الحمد لله والصلاة والسلام الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن وعلاه نبينا محمد وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين أما بعد يقول الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما هذه الآية المباركة من سورة الأحزاب ربنا تبارك وتعالى يبين في هذه الآية الكريمة أن الله عز وجل تبارك وتعالى وملائكته يصلون على النبي عليه الصلاة والسلام والعلماء قالوا صلاة الملائكة على النبي عليه الصلاة والسلام بالاستغفار والدعاء له وهذه طبعا النبي عليه الصلاة والسلام ما محتاج لها أصلا لأن ربنا سبحانه وتعالى قفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر لكن هذا فيه تشريف للنبي عليه الصلاة والسلام كل الملائكة وحتى الملائكة المقربين من الله تبارك وتعالى بيستغفروا للنبي عليه الصلاة والسلام ويدعو للرسول عليه الصلاة والسلام وذا لما كانت النبي عليه الصلاة والسلام العالية عند الله عز وجل لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما كانت عالية عند الله تبارك وتعالى زي ما ربنا قال في القرآن مخاطبا النبي عليه الصلاة والسلام ورفعنا لك ذكرك أي يا محمد عليه الصلاة والسلام رفعنا لك ذكرك فالنبي عليه الصلاة والسلام ذكر مرفوع في الملأ الأعلى وذكره مرفوع على مدى الأزمنة ربنا سبحانه وتعالى رفع النبي عليه الصلاة والسلام ورفع له ذكره بس الناس وسع شوية أخوان ما دارين كلام على المصطفى عليه الصلاة والسلام شوية بس وسعوا شاء كلنا نفهم هذه الآية المباركة من سورة الأحزاب بس الناس ترجع شوية وراء بس طيب فربنا سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة البي جايد البردو شوية وراء كده شوية جزاكم الله غير ربنا سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة من سورة الأحزاب قال إن الله وملائكته يصلون على النبي ذكرنا صلاة الملائكة أما صلاة الله عز وجل على النبي عليه الصلاة والسلام بالثناء عليه في الملأ الأعلى ربنا عز وجل يثني على الرسول عليه الصلاة والسلام ويذكر بالخير في الملأ الأعلى يا شباب الكلام على النبي صلى الله عليه وسلم ما نافعspeaking ياเกزبر شوية ما لك يا صلى الله فربنا سبحانه وتعالى يذكر النبي عليه الصلاة والسلام بالذكر الحسن والذكر العطر في الملأ الأعلى إن الله وملائكته يصلون على النبي بعد ذلك ربنا وجه نداء ليصنف معين من الناس قال يا أيها الذين آمنوا وشوف إذا لقيت في القرآن يا أيها الذين آمنوا أعرف تماما إن الموضوع ده مهم لأنه إنت الناس البقر القرآن تلقى في القرآن يا أيها الناس يا أيها النبي يا أيها الذين كفروا دي وردت مرة واحدة يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا مما تسمع عبد الله بن مسعود قال فأرعيها سمعك يعني فتح إضنية كويس مما تسمع في القرآن يا أيها الذين آمنوا تفتح إضنية كطوالي ليه؟ السبب شنو؟ لأنه بعدها طوالي إما الله حيأمرك بشي خير ولا حينهاك عن شي شرق وعند مئتنين ديل ورجع القرآن كله أي جملة في القرآن تلقى فيها نداء يا أيها الذين آمنوا بعدها طوالي يا إما أمري بخير يا إما ناهي عن شنو؟ عن شر طيب كذا نشوف الآية دي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه يعني على منه على الرسول عليه الصلاة والسلام وسلموا تسليما إذن الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام من الخير ولا ما من الخير؟ من الخير تصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما طيب هل النبي صلى الله عليه وسلم بيستفيد شي إذا أنت صليت عليه على النبي عليه وصل يا أغا المرضانين دي الفصل الكهرباء خليه ديوم وصل البطارية وصل البطارية الله ينسى الله العافية وصل خلاص جاه تخليها طيب فا خلي بطارية جاهزة ف الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام من الخير يا أخواننا هل الرسول صلى الله عليه وسلم محتاج لنا نصلي عليه ها دا سؤال هل النبي سآله أستفيد أنه نصلي عليه لم هي بيحتاج فيه شي ولا بيزيد فيه شي لأنه ما كانت مرفوع عند الله عز وجل سواء سواء صليت عليه ولا ما صليت ما محتاج النبي سآله لكن يمنح أن أنت أنت بتحتاج الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. شاكذا في صحيحة الامان مسلم من رواية ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها كم عشرا. عليك الله اسبك بدل ما الناس جايت كدو وعملين جوتا. كان صليت على النبي صلى الله عليه وسلم مش احسن لك؟ اعمل جوتة وجاية. صلي يا اخ صلي. صلي على النبي سعى سلم. احسن لك من انك تعمل جوتة. لان الله امرك تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة. الصلاة الوحدي. الله تبارك وتعالى يصلي عليك بها عشر مرات ودي نحن محتاج الله ولا ما محتاج الله والنبي عليه الصلاة والسلام قال البخيل من ذكرت عنده ولم يصلي عليه أكثر زوء البخيل إنه يذكر عنده اسم المصطفى عليه الصلاة والسلام وتلقى ما بيصلي على النبي والله مرات تقول في الحلقة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تلقى وعد مكشر لك يا زول أنت ما أصلي على النبي أنت بخيل ولا ما تبقى بخيل لما تسمع قال رسول الله تصلي طوالع على النبي عليه الصلاة والسلام لأنه أنت محتاج له محتاج للصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام شاء ربنا يديك به أجر البخيل من ذكرت عنده ولم يصلي علي طيب الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام بيدخل في نوع الأذكار من العبادات. العبادات دي ما مقسمة. عرفتها? في الصلاة. وفي صيام. خليوا يا شباب ما تناقشوا زول برة يا اخ الله يهديك. ما في زول يناقش زول برة. ما تناقش. وشوف تأكد تماما. انه نحنا ما جايين شان نردي البشر ديلا. والله ما جايين شان نردي زول. او اعتخد في راسك. انه نجايين هنا نرديك. لا لا لا. ما عندنا نشغل معك. نرديك نسوي بك شنو? التدار دافع لنا قروش? ما دافع. عندنا معاك قصة. لا ما عندنا نرديك. ما جايين نرديك. ولا جايين نشتغل ما يطلبه المشاهدون. اطلاقا. جايين نبين احكام شرعية. الله قال كده في صورة كده. النبي صلى الله عليه وسلم قال كده في الحديث الفلالي. بعد دان اي ذول يفوته له. فانت ما تحتاج مع الناس. خليهم يا ذول. تقال اي ذول بيرض عنك. مستحيل كل البشر يرضو عنك. ونحن واصلنا نبحث عن رضا الناس. قلت المعلومة دي في راسكم. تماما. ما نبحث عن رضا الناس. انما هي احكام شرعية بنبينة ونفوت. والله. ولا نصبرنا على ما اذيتمونا. لو ازيتونا ضربتونا. اديتونا بنية شلود. نصبر. لكن من تلاقي يوم الغيامة. يوم الغيامة بعدين هناك. لما الله يجيبك. ولا ما بجيبك. والله يجيبك يجيبك بعدين. تقيف هناك. يقول لك انت شاكلت الناس زين ليشنو. اه ها تورط. ورط. ما عندك اي اجابة بعدين. شاكلتها احرى خليك. شوفتها تعمل حسابك. المهم نرجع على الموضوع. فقلنا هو ان الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يدخل في باب العباء. الازكار. في باب شنو? على الازكار. والباب بتاع الازكار باب كبير جدا. ربنا عمر يا ايها الذين امنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. وسبحوه بكرة واصيلا. وربنا قال في نفس السورة دي. سورة اللاحزة. والذاكرين الله كثيرا. والذاكرات. اولئك اعد الله لهم مغفرة واجرا عظيما. واجرا عظيما. من الازكار المشروعة الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. شوف الازكار دي. الازكار عموما لابد تعرف انه عبادة. والعبادة طالما الازكار عبادة شوف اي عبادة. ما انت ابتد عبد بها بمزاجك. ولا بمزاجنا نحن. الازكار طالما عبادة. العبادة لابد تكون وفقا للدليل من القرآن والسنة. ولا ما كده. انت لا ما اشي تصلي. قال لا لا كل الناس بيصلي. مش ما قاعد تصلي. اقعد تصلي. مع انه في الناس ما بيصلي. المهم انت اللي قاعد تصلي. بتصلي لشنو? سؤال. هل قال لك صلي منه? بتقول لي والله الله قال الله يصلي. والنفس السلام قال لي شنو? قال لي صلي. اهي وها. اذا معنات انت بتعبد بالدليل. ولا ما كده? ما ساكد بتعبد براك. بمزاجك. وإلا اصلا لو كانت الشغل امزجة. لو الشغل بالامزجة. ما في داعي ربنا يرسل الرسل. ولا ما كده? ويرسل الرسل ليه? يخلق الخلق. ويخليهم يعبدوا اي زول بي طريقته. ات داير الظهر كم? انا والله. انا داير الظهر اربعة ركعة. ويته. والله انا اتمنى انه الظهر يكون ثلاثة. وانت انا والله افتكر الظهر زابقة ركعتين. بتكون ظريفة جدا. بزات مع السخانة وكده. اها ويته. والله انا برى انه الظهر ركعة واحدة. مشغولين ذاته. نكشح كده زي ما بقوله الشباب. نكشح كده ونمش نشوف شغلتنا. مش كده? وانت. لا مولانا لو جلينا مرة واحدة. كن ما قصرنا. دا لو رجعنا الموضوع اللي شنو? للمزاج والآراء. اي دول عنده مزاج? تبا عندك مزاج يا ولد? عندك مزاج. وانا ذات عندي مزاج. يبقى بي مزاج مونو? لا بي مزاجي. لا بي مزاجك. نمشي بالكتاب والسنة. اي عبادة? لابد يكون وفقا للكتاب وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. مش هدعبت بي مزاجك? وقعت في حاجة اسمها بضعة. السودانين بيخافوا منها. الليلة في الجامعة لما تيدا قل وكل بضعة ضلالة. يقول لك ايوة مولانا تابعي للجماعة. اه يا ما اشناء ذول? دا كلام النفس السلام. تابع شنوه? دا كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. السودانين بيخافوا من البدع عليه. وما دارين يذكروا على شنوه. لانه كتار منهم بيقعوا في البدع. الواحد يقول لك احنا مما قمنا بنعبد زي ما اباهاتنا بعبده. الواحد تلقى بصلي. تلاتين سنة بصلي. ما حافظ له دليل في رأسه. الصلاة دي صلوها كيف? بس قام ابو بيسوي كده لقابو بسوي كده. بيقى يسوي زي ما ابو بسوي. عبادته كده ما مقبولة. تأكد تماما ما مقبولة. لانك بتعبد بيجهل ساي. تبقى ذيل النصارى. انت قال النصارى ذيل. الله سموهما الضالين ليه? انت بتقرأ سورة الفاتحة. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. النبي سالسلام قال المغضوب عليهم اليهود. والضالين النصارى. ليه ضالين? لانه بيعبدوا الله بيشنوه. بالجهل. بيعبدوا الله لكن جهال النصارى. بيسموهم المسيحيين. لكن التسمية الشرعية اليوم النصارى. اذا عبادة بيجهل ما بتنفع. لابد تعبد الله بالدليل. قال لازكر. قلنا عبادة. اي ذكر دار تذكر انت. انت دار تذكر الله? اي. الدليل طوالة اجيب الدليل. طيب واحد قال لك شوفي. دار تذكر. قل لك والله ان احنا الليل عندنا زكر. ايواء. طيب اراح لمشي الزكر بتاعكم. مشيت الزكر. قل لك اول الزكر ده تقيف صف طويل. طيب واقفنا صف. اول حاجة القال تقيف منه. اهه. انت عندك اعتراض? لا ما اعتراض ما ادارت تعبده ولا دار ترطته ساي. والله دارين نعبد. الدليل وينه? وينه الدليل? لا 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 احنا ما عندنا دليل. نحنا بس تعبد كده بس. انت وهابي ولا جنو? اواح تقول دليل. تقول دليل بنترضك طوالي. انت شوف تسن في ذايدة تبعد منه طوالي. دار يبعدك من الله عز وجل والله تمش تعبد ساهدة ويقفو صفها هو كيف نصف طيب يقول لك تمشي ورا تقول اوح تجي قدام تقول اه تمشي ورا تقول اه تجي قدام تقول اه فيش ناه في الوز ولا الحافظ الشلو لا لا يقول لك ذكر 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 يا مولانا ورا قدام تاني بالجنبها بيجاء كده تاني بالجنبها بيجاء كده كمان فيها تاني نزلة تحت ونطل فوق تاني وتجي نازل تحت ده ذكر يا ناس هاي وذكر يا مولانا الدليل وينه النبس عزل ما كان بنطط هذا حداك جيب دليل انه الرسول صلى الله عليه وسلم كان بنطط في الذكر تقدر دجيب ما بتقدر ما بتقدر طوالي تصمخة شمك عليك وتجيب محترم جدا ما في دليل انه الرسول صلى الله عليه وسلم ما قابوا شوية مش اتفكتوا معي انه العبادة لابد بدليل ما في ذول خالف في العتة دي وينه الدليل على النطط واحد قال في دليل من القرآن يا زول من القرآن نطط احي وين الدليل قال الله قال الذين يذكرون الله قياما قال دي لما تقوم لي فوق وقعودا قال تنزل تهد وعلى جنوبهم قال تعمل كده وتسوي كده لا حول ولا قوته الله بالله طيب النبس عزل لم فهم الآية دي ولا ما فيهما فيهما لو قلت ما فيهما تكون غشية في مشكلة كبيرة تكون اتهمت الرسول ما بفهم القرآن لو قلت ما فيهما فيهما آي فيهما وريني وين حالك تذكر بتاعت النبس عزل كان وين وين محلها وين جيب جيه الدليل ما القصة ما زى تقول له لا يكانه طمعا كان في المدينة وينه تكدت معه لا ما معه وين الدليل دليل ما فيه دليل ما فيه تور رطة اذا ما نعته مع عبادة اذا النطيط لي فوق والنزول اللي تحت والرقيص بالجنبه او تسميه ذكر لله سمي ديسكو ما مشكلة قول له لا سميه كده في ذول بيسالك في النهاية ديسكو وشغل بتاع حواس حرام كله لكن او اياك تقول لي ده ذكر ودي عبادة نحنا منذكر في الله يا ذول اتا ما بتذكر في الله يا اخي اتا بتنطيط خليك هادي يا اخي اذا قعدت براكدة النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح الماء جزاك الله بجيك لهم كلهم في صحيح الماء البخاري النبي صلى الله عليه وسلم قال كلمتاني مهلون خفيفتاني على اللسان ثقيلتاني في الميزان حبيبتاني الى الرحمن سبحان الله وبحمدي سبحان الله العظيم بالله ذكر داسي دار لا نطيط يعني شانا اقول كده الا نطيط لا دار كشكوش كجلو زي بتاع لورنيش دار لاي كشكوش ياخي كشاكيش داد دور يا بتاع لورنيش خليه مش تغلوا بها ناس ما في ذكر بها كشكوش دار لايه نوبة لما داير اتحداك لو قلت لي داير نوبة النبي صلى الله عليه وسلم كان هيقول كلمتاني معهما نوبة وكشكوش خفيفتاني على اللسان كان بيقول كده ما قال جيب وين واحد قلنا لا جيب دليلك على النوبة قال الله قال وانيبوا الى الله نيبوا دي قال يا هالنوبة ذاته يا ذال يا لازل تقول سودانين داير بانجروا ساي والله والله السودان دا تباري المجتمع والله يانجروا بيت بساي لما يرموك في جهنم ويخلوك بعد داك تكون يتورطة انت يا دولة ذكر دا لا داير كشكوش لا داير صفير زي ناس المرور فيج 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 ناس يصفروا ما داير كلام زي دا ولا داير لا كشكوش تكشكش ولا داير لنا الطيط فوق تحت بالجنبات النفس اسلم قال خفيفتاني على اللسان خفيف جداً اما تعيشوا في الليلة اسكرنا نحن عندنا نينا والناس زي المام نخليهم اي دول برة يخد في راسهم ما تفتكر انه يوم تجي وجودك اللي بتعمله وهرشاتك دي بتخلينا نجي والله خوفتونا يا خليمو السماعات راح كون نمشي لا باهم نمشي يا زول والناس زي المام نخليهم والله والله ما نخليهم اصل اطلاغا والله العظيم اي شون السغلة شنه هي رجالة ولا شنه رجالة نخدت الماء كلنا نتعافي لكن اي شغلة بتاع علم 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 عندك علم ما انتظر شوية فاما تايد قول لي قال ومن اذكارهم من اذكار الصباح والمساء قال تقول بهية بهية بهيات بهيات بهية بهية بهيات بهيات لمسا لمسا همسا همسا هموسا هموسا لمخفنجل قال تقول يا ناس هل دا خفيف على الليسان انتب انتب خليك مع كلام النبي صلى الله عليه وسلم هل دا خفيف على الليسان نبي صلى الله عليه وسلم قال خفيفة همسا هموسا خفيف لمخفنجل في ظهل يقدر يقول لا لمخفنجل بهية بهيات 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 الكلام دا وين جبتو يا مولانا في كتاب ما قريتو او اتكورك اياك تكورك ما لم ترجع تقرأ الكتاب دا ما قريتو ما من حقك تكورك عزول. وانا من حقك تقول لي انت تقضب. ونلقى لك كتاب. انت قريت الكتاب? ما قريته. طيب خلاص اصبر. لما انت قراه بعد داك. ما قادر تقرأ. قل لي جيبه. اما جيبته لك تعال بعد داك ضاربني. قل لي جيبه. الحلقة الجايب اجيبه لك. وكتاب شما تقول لي كتبت انت. ما كتبت انا. كتاب عنده رغم ايداع. الناس المتعلمين يعرفوا يعني شنو رغم ايداع. ما في الغانون. في محكمة اسمها الملكية الفكرية. انتو ما بتعرفوا الشغلة دي ولا شنو. لا يمكن تنسب كتاب لي زول. تقول الكتاب دا حق فلان. والكتاب دا يكون ما حق فلان. لانه دي فيها محكمة. بيودوك المحكمة طوالي. القاضي بيقول لك انت بتنسب هالكتب سائل الناس. ولا يمكن رغم ايداع يطلع ساكت كده. رغم اليداع دا ما بيطلع سائل. في رغم ايداع وفي ترقيم دولي. وكتب الكتاب فيه وصورة الناس اللفوزاته. انت تاني مع الدائر شنو يا زول. كتاب او راد الطريقة البرهانية. اوات ازعل. ما نبزناه نبزنا? والله ما نبزنا ولا سبينا. كتاب او راد الطريقة البرهانية. وين الكتاب دا مولانا? في الدار السوداني للكتب هناك. في السوق العربي شرقي ميدان ابو جنزير. فالدار فاتحة كده جنوب. اميش قل لهم داير او راد الطريقة البرهانية. بدوك كتاب صغير كده. ما قدرت اجيبه. بجيبه لك انا لغة جاية. تشوف بعينك. وبدك في ادك. اميش اقراه وتعاني راجع وريني رايك. في الكتاب دا قال من ازكاري الازور. دا الظهر. دار تذكر الله. قال لك تقول باهية بهية. بهيات بهيات. همسا همسا لموسا لموسا لمخفنجل. قال لك تقول كده. انها دار نعرف الكلام دا ما عنده معنى. ما عنده. هل الكلام دا موافق لأدلة النبي عليه الصلاة والسلام? لا. ما موافق لأدلة النبي عليه الصلاة والسلام. هل موافق للقرآن? لا. ما موافق للقرآن. يبقى كلام النازل الغلط ولا صح? غلط. تب تخاف. الناس بخافوا من الشيوخ في البلد دي. للأسف الشديد. يا خلت ما تخاف يا خلت. خليك طبيعي جدا. والله ما بسول لك اي شيء. ولا بيقدر يسول لنا حاجة. نحن الان الحمد لله حلقات نتي منتشرة في اليوتيوب بفضل الله عز وجل. خش اليوتيوب بتاع التلفون لا خش. شو الحلقات دي كيف? وصلت ليه امريكيا. ليه بريطانيا. بفضل الله عز وجل. عندنا كاميرا بيصور تقالى الشغل هذي ساي. الشغل دا بيمشي بعيد جدا. بيودي منه? بيودي الله عز وجل. احنا ما عندنانا حاجة. ونبشرك الحلقة دي في رمضان شغالة. بازني الله عز وجل. بعد التراويح من اشتغل بالليل. بعد التراويح في نفس المواعيد يوم الثلاث. نربط كشافاتنا بحول الله تعالى وقوة الحلقة في رمضان شغالة. ان شاء الله عز وجل. شان نبين الحك. الحك ده بنبينه بنبينه. ولا في زولة الحمد الله بيقدر يوقفوه. بفضل الله عز وجل وقوتيه. وما عندنا نحنا اصلا اغرات شخصية. والله ما تفتكر. انا عندي غرات شخصي ولا الشباب دي من الحلقات دي. ما عندنا اغرات شخصية. ولا المكروفون ده والله الذي لا اله الا هو. لقتنا القراشات لقت شان نجيبه. بعد يقول لك بيجيقوا نقروش من السعودية. اه. ولو بيجي نقروش من السعودية. بجي بعدك لك كده في السوق المركزي. اكون والله دي الوقت ده قاعد ليت مكيف. شفت مبرطع. فترت طعمية. فترت وين? ها. الشغلة ما تبقى شغلة. في علم يا زول. في علم. المرة الفاتت انا قلت لو في زول عنده شيخ. ما في اي حاجة. عرفتها? نرجع للآيات الثانية. يتوصلنا لنتيجة. انو الازكر. خليو يا خليو. الازكر. لا خليو يا اخي. خليو. الازكر لابد تكون على الكتاب والشنو. والسنة. خليو خليو. ما تدي. خليو يا اخي الله يهديك. خليو. خليو خليو خليو. ما تدي فرصة لأي زول انو يسوقك لذكر حلقة بتاع الذكر ولا غيرها. الا يهديك الدليل. قل له يا اخي انت داير نمشي معاك نذكر. قل له خلاص ما عندنا نمانع. لكن جيب الدليل. اذا جبت الدليل خلاص ما في مانع. اذا ما جبت الدليل. اقعد اقعد. يزاك الله خير. اذا ما جبت الدليل. خلاص بعد تاني ما في عباد. الله قال ان الله وملائكته يصلون على النبي. يا ايوه الذين امنوا صلوا عليه. صلوا عليه وسلموا. تسليما. ده من اعظم العبادات. الصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام. طيب الصلاة على النبي سأسلم. هل عنده صيغة. صيغة كده معينة. هل عنده صيغة معينة. ايوه. من وين جبت. من السنة. من سنة النبي سأسلم. الان انت في الصلاة. مش في حاجة اسمها الصلاة الابراهيمية. ايوه. اللهم صلي على محمد. وعلى آل محمد. كما صليت على ابراهيم. وعلى آل ابراهيم. في العالمين انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد. وعلى آل محمد. كما باركت على ابراهيم. وعلى آل ابراهيم. في العالمين انك حميد مجيد. دي مش الصلاة الابراهيمية. دي ثابتة عن النبي سأسلم فيه صحيحة البخاري. اذا حتى الصيغة. شان تصلي على المصطفى عليه الصلاة والسلام. الصيغة ذاتها التي تصل بها لا بد تكون على الدليل ما ساكد تصل برك العلماء قالوا أي صيغة موافقة للألفاظ الصلاة والسلام ما فيها مشكلة تقول اللهم صلى على النبي صلى الله عليه وسلم ما فيه مانع تقول صلى الله على النبي ما فيه مانع تقول صلى الله عليك يا رسول الله ما فيه مانع تقول اللهم صلى على الرسول ما فيه مانع لكن أفضل وحدي أحسن وحدي الصلاة الإبراهيمية دي افضل صيغة تصليبها على النبي سعى السلام لانه الاجور فيها عظيم كان يوصي الصحابة بهذه الصيغة الصلاة الإبراهيمية تصليبها حتى لو ما في الصلاة حتى لو اتمافس بالصلي تسلي بالصيغة دي طيب الصلاة على النبي سعى السلام طالما انه الصيغة ذاته لابد تكون على دليل. الان في صياغ لافة عند المجتمع الصياغ دي أولا ما عند دليل ثانيا بانين على أشياء معين أجر معين في صلاة إسماء صلاة الفاتح في ولا ما في صلاة إسماء صلاة الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط المستقيم على آل قدري ومقداري دي اسماء صلاة شنو الفاتح الصلاة دي أجاب منه هل النبي صلى الله عليه وسلم كوريك ما بغليه. ما بغليك. لابد اوريك صلاة الفاتح دي جات من وين. شان تعرف الناس بتكوريك لي. معينه كنا. ارجع ارجع اخر ارجع. خلاص ما مشكلة. خليك واقف. شوف. الصيق لابد تكون ثابتة بالأدلة. خليه يا ولدنا. خليه يا زون. الصيق لابد تكون ثابتة بالأدلة. قبل شوية الناس يقول لها قالت كويس. قالت الكلام ده كويس. ما لقي تاسي بالتنطي. فيش نو. لانك عارف صلاة الفاتح دي بتودي لي وين. شاكده بتكوريك. شوف الصلاة صلاة الفاتح لما اغلق. وانا اصير الحق بالحق. ليه اخره. الصلاة دي وردت في كتاب اسمه جواهر المعاني. وبلوغ الاماني. كتاب دي انت ما قريته. ولا شفته بعينك. صلاة الفاتح لما اغلق. جا في كتاب اسمه جواهر المعاني. وبلوغ الاماني. والله انت ما قريته. والله. انا احلف قسم. البيكوريك ده. والله ما اقرأت هذا الكتاب. هذول مصطلبت فيهم ساي. اميش اقرأ اشتري الكتاب ده من السوق. خليك زول علمي. متعلم. شان تجي تنخش الناس بعلم. النغاش بالشكل ما بيأدي لنتيجة. ولا بتصل بيه لنتيجة. والله ما بتصل بيه لنتيجة. اميش اقرأ اشتري الكتاب. جواهر المعاني. اكتب. طلع قلمك اكتب. شان تشوف نعنا بنتكلم ساي. الدارة السودانية للكتب. امشي هناك. كتاب جواهر المعاني. وبلوغ الاماني. الصلاة الفاتح. صلاة الفاتح. جاب احمد التجاني. في هذا الكتاب. في هذا الكتاب. كتاب جواهر المعاني. وبلوغ الاماني. جاب صلاة الفاتح. قال اتاني. اتا ما اقرأتو. ما اقرأت الكلام ده. اميش اقرأ. قال اتاني. اتا ما اقرأتو. اقرأتو اتا. قال أتاني جدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يغضة لا مناما وأعطاني صلاة الفاتح لما أغلق قال وقال لي صلاة الفاتح لما أغلق المرة الواحدة منها تعدل القرآن ستة آلاف مرة قرأتها الكلام ده؟ لا قرأتها شوف صلاة الفاتح ما بيعدل القرآن صلاة الفاتح لما أغلق ما بيعدل القرآن إطلاقا لأن القرآن ده كلام الله عز وجل ما في بيشبه شيء أصلا كلام الله عز وجل ومن أصدق من الله قيل أفضل كلام كلام الله تبارك وتعالى ما في شيء بيعدل كلام الله عز وجل حتى كلام الرسول عليه الصلاة والسلام لا يعدل كلام الله عز وجل بالرغم من إنه الاثنين وحي لكن لا يعدل كلام الله عز وجل كيف تيدي تقول لي صلاة الفاتح لما أغلق يعدي الكلام القرآن الكلام ده ذكره أحمد التجاني أجاب صلاة الفاتح ذاته جاب صلاة الفاتح لما أغلق قال الرسول جاء في المنا قال جاء يغزة لا منامة هل النبي صلى الله عليه وسلم بيجي في اليغزة هل في ذول بيقابل الرسول عليه الصلاة والسلام بعد ما مات عليه الصلاة والسلام والله ما في ما في ذول النبي صلى الله عليه وسلم بيجي بعد ما مات عليه الصلاة والسلام في المنام ممكن يجيك ما في مانع ثبت الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من رآني في المنام فقد رآني حقا فإن الشيطان لا يتمثل به في المنام ممكن تشوف النبي عليه الصلاة والسلام لكن يجيك عديل كذا يجيك في السوق المركزي ويقعد معك ويقابلك ما بجيك والله ما يجيك لأن النبي عليه الصلاة والسلام مات ولا ما مات مات الله قال وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن ماتوا قتلا قلبتم على أعقابكم سورة آل عمران الله قال للنبي صلى الله عليه وسلم إنك ميت وإنهم ميتون أبو بكر السديق لما نجاه رضي الله تعالى عنه ولقى الصحابة لسه ما دفنوا النبي عليه الصلاة والسلام ومختلفين عمر بن الخطاب طلع سيفه قال من زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات قال فلا أقطعنا لا رأسه أبو بكر السديق الكلام ده كل الناس بيعرفه ريكي بفوق قال على رسلك يا ابن الخطاب سكت عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال من كان يعبد محمدا ها تموه فإن محمدا قد مات الناس قل لهم عارضي الكلام فإن محمدا قد مات عليه الصلاة والسلام ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت بعد كله في ناس مهوسين يقول لك المصطفى ما مات عليه الصلاة والسلام طيب الصحابة دفنوا حي ولا ما دفنوا دفنوا ألا ما دفنوا دفنوا الآن ما بتمشي المدينة ما شل لي قبر المصطفى صلى الله عليه وسلم طيب أنت تقول ما مات طيب المطفو في المدينة دمنه يعني يا ناس يا أخي اتقوا الله وهلا الصحابة بدفنوا النفس هذا لم حي ده اتهام لصحابة لو قلت لكلامنا الرسول صلى الله عليه وسلم وبيمرك متين يوم القيامة قال أنا أول من تنشق القبر عن جمجمتي متين يوم القيامة قبل يوم القيامة ما بيطلع النبي عليه الصلاة والسلام وإلا أصلا لو بيطلع يا أخي الصحابة أبو بكر الصديق عمر بن الخطاب عثمان بن عفان عائشة رضي الله عنهم جميعا ديل النبي سأسلم ما مرق لهم يجي أمرق لأحمد التجاني ها يعني أسنتم تتكلموا كيف ديل بن عقل ديل أحسن ولا أحمد التجاني ديل والله أحسن بألف مرة ما مرق لهم فلا مرق لهم لو قلت مرق جيب الدليل وينو الدليل ما في دليل ما مرق لهم يا زول يجي أمرق لأحمد التجاني قال آتاني جدي قال رسول الله جدي دي ما أغلطناه فيها جدك خلاص كويس عديلة عليك ما مشكلة قل جدك قال آتاني يغزة اللامنام يعني جاني في اليغزة عديل هرفته جاء قال لك شنو يا أحمد التجاني قال أعطاني صلاة الفاتح لما أغلك الكلام ده في كتاب جواهر المعاني وبلوغ جواهر المعاني وبلوغ الأماني قالت أداني صلاة الفاتح وقال لي المرة الوحدي منا بتعدل القرآن ستة ألاف مرة انت قال الليلة الناس ما أسكين في صلاة الفاتح ليه مرات تلقى ناس بعد المغرب تلقاهم قاعدين في الجامع ما أسكين كلهم في صلاة الفاتح اللهم ما صلي على محمد الفاتح لما أغلق ناصر الحق بالحق انت قال ليه ما أسكين في دي ما أسكين في أساكب معينه الصلاة الإبراهيمية أحسن منها أم لا أحسن؟ أحسن منها لأنه فيها دليل من السنة لكن ما سكين فيها لأنه جاب لهم أبو الشيخ لأنه جاب لهم أحمد التجاني شعب سوداني شعبي مسكين ما شين ضربات ورى الشيوخ إلا من رحم الله 200 يا أخي الناس يتخلي الشيوخ وتمسك في الله عز وجل وتتبع سنة النبي عليه الصلاة والسلام 200 الأمة دي توعى كل 20 نفر متابعين لهم شيخ ليه عشان شنو؟ تبقى متابع الشيخ تغسل كرعينه وتجيب له مويت الوضو ولا دا ما فيه فيه يغسل كرعين الشيخ تلقى عامل كراعه كده يغسل له كراعه ويجي يخاش له بيحبو بيحبو بالوطى ليه يا أخي التب تحبو للشيخ ما عنده أي حاجة يا زول الشيوخ دل ما يستحقوا هذا الأمر تحبو له فيه ناس يقول لك تخش إلى بالخلف يا غنى دفار أخش بالخلف جامبه هنا يا زول والله الكلام دا فيه ولا ما هاي يقول لك الشيخ أولك تدي الشيخ ويشك تعال بطار تخش بيضهرك كده شفت وتاني تمرك مرات يكون قاعد هو عامل يده كده تلقى النظر بالصف تجيش أن تبوس تبوس يد الشيخ وتبقى مارك طوالي يخش البعديك يبوس ويبقى مارك البوزة ليه شنو يعني ياخي تما تبوس يد دمك يا أخي الله يديك ألا قاعد يد دمك ألا يد شيخ يد دمك يا أخي الله يديك أميش بوس يد دمك والله تلقى أجر بوس يد دمك أجر والله تلقى ذو الراكبة من هنا ماريقى للشيكيني باش أن يبوس يد الشيخ بلادي هاي لعندهم يقول أقول ما عندكم يا أخي الله يهديكم يا أخي ماشي ليه هناك شانت أبوس يده أميش بوس يد دمك يا أخي تلقى الواحد أبوه سنين ما أقابل أبوه تلقى قاعد مع أبوه الشيخ أما أبوه الولده ما أقابله سنين ما بيقعد معه ولا بيبشي لأبوه تقول له قاعد مع ابوه الشيخ خدمة خدمة في الله يا زول دي ما خدمة في الله دي خدمة للشيوخ وده استعباد الشيوخ دارين يستعبدوا الشعب السوداني دارين يستعبدهم وانت ما تسمع كلامه عشان كده قال لك في الشعر في الأشعار بتاعته سلم لقومك ثم كن عبدا لهم واخشاهم دوما كخشية ضيغمي ده في الشعر بتاعهم قال لك تسلم للشيوخ كن بين يدي شيخك كالميت بين يدي المغسل خشيت عند الشيخ والله انت الشيخ لما تخوش جنبه تقدر تتكلم والله ما بتفتح خشمك تكون قاعد كده زي المكتف قاعد كده بس ومدنق الرأسك تهد شيخ الزريبة في الديوان بتاع رياض الجنة ونورة ديونة ألفه وانت ما قريته قال استاذك يا فقير شو بيوصي الشعب السوداني بيشنه استاذك يا فقير يعني شيخك كن عنده زليل حقير لا تميل أبداً لغير يعني ما تميل لغيره إياك والكجار ومعاملة التجار ما تعامل الشيخ معاملة التجار الآن في ناس بيودي زريبة كاملة يوديها للشيخ ولا ما كده السوق الخرفان يقول لك الخرفان ديونة كل مؤدنهم لأبونا الشيخ بيدي وقروش ما بيدي يقول لك بس قصدين البركة ما في بركة هذول هناك والله ما في بركة أتحداك جيب لي تراب من الشيكينيبه من جوه ونشيل تراب من السوق المركدي ونفحصهنا الاثنين وريني أعطو فيهم الله أحسن من الثاني والله أتحداك جيب لي تراب من الزريبة من اللبيض جيب لي تراب من تهت وريني البركة الفيه وين فيها بركة هذول النازل الموهمين يا أخناس الله العافية قال أستاذك يا فقير كن عنده زليل حقير لا تميل أبدا لغير إياك والكجار ومعاملة التجار قال كن ثابت عنده لا تضحك عنده قال لك لما تكون قاعد جنب الشيخ غير تضحك الصحابة ما كان بيضحكوا جنب النبي صلى الله عليه وسلم بيضحكوا والله ليه تقول ليه الشيخ ما نضحك جنبه شيخك أحسن من الرسول صلى الله عليه وسلم ما أحسن منه قال لك لا تضحك عنده كن ثابت عنده في كربك عنده بيضغيثك جنده والله تسمع كلام شيخ الزريبة تتورط والله ما تنادي الشيخ في الشدائد يا زول نادي الله ربنا قال أسمع القرآن ربنا سبحانه وتعالى قال الله عز وجل في القرآن ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون الله قال فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وهمناه على ذات ألواح وتسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر شو الأنبياء كان بينادوا الله كيف تجد تقول لي يا أخي في كربك عنده تنادي الشيخ والله تتورط تتورط والله اليرموك ده لما انضربوا في أبو آدم ونحن ساقنين أبو آدم لما انضربوا اليرموك في طريقة هناك اسمها الركينية في أبو آدم والله أول ناس جروا في ضربة اليرموك ما تنادوا الشيوخ إنتوا ما تنادوا الشيوخ خليوا من الحقوق في رجال والله جروا سراويل ما لابسينه والله يبلع الراقي بس جروا ألا ما جروا جروا طيب الشيوخ بيمتل متين الشيوخ بيلحقوكم الشيخ الزريبة البرعي يقول لك في كربك عنده ليه ما ناديتوا الشيوخ لما انضربوا اليرموك بيقيتوا جارين معكم شان تعرفوا إنه شغل بتاعكم ده شغل بتاع هذا ما عنده علاقة مع الدين الإسلامي ولا عنده علاقة مع القرآن ولا عنده علاقة مع سنة النبي عليه الصلاة والسلام أنا أكتفي بهذا نقدم أبشوك أبشوك وصية القحطان بالله قولوا كلما أنشدتم رحم الإله صداك يا قحطان